افشاء السلام وهذا امر قد لا يكون باختيار الانسان فالله عز وجل يلقي الاحترام والتقدير والهيبة في نفوس الناس عند من يسلم لا سيما اذا كان وجيها او غنيا او كان مثلا له منصب وجاه فاذا اكثر السلام احبه الناس لماذا؟ لان في الغالب ان الناس انظروا الى هؤلاء انهم الى الكبر اقرب هكذا هذا غني فاذا سلم وافش السلام احبه الناس وارتفع عندهم اكثر ارتفع عندهم اكثر او كان طالب علم مثلا يفش السلام يكثر من السلام وللأسف الشديد يوجد من الناس من يعني من يبخل بالسلام يبخل بالسلام وبعض الناس والعياذ بالله صلى الله العافية والسلام يدخله كبر ما هو ببالغه خاصة اذا يعني من الله عليه بنعمة دينية او بنعمة دنيوية يتكبر على الناس فيعتقد بعض الناس بان بذل السلام وافشاء السلام ينقص من هيبته او يجرئ الناس عليه هذا امر عجيب يقول انس ما مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان الا وسلم عليه صبيان كان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وما ضر العلماء الاكابر الاماثل الاماجد ما ضرهم يعني بذل السلام وما انقص من قيمتهم وقدرهم ابدا ابدا ولذلك هذا الامر عام في القضاة في الدكاترة في الاطباء في طلاب العلم